السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم محمد تحسين من قناة استرشاجي ازيكم هامنين ايه النهاردة انا هجيب لكم معادلات بسيطة اوى في الاكسل ان شاء الله تسهل عليكم من شغل وتسهل عليكم اذا كنتم لسه جداد او انتم تتعلموا في الشغل او انتم مثلا بنت خلال شغل جديد او انتم تتعلموا الاكسل فدي معادلات بسيطة اوى ان شاء الله هقدر أقولها لكم ودي ان شاء الله لاغنا عنها فاكسل اهموها وعشان تعرفوا تجيبوا اه يعني تعرفوا يبقى عندكم اه زي اختصارات كده المعادلات عشان يعني الاكسل اغلبيته كلها معادلات فلازم يبقى عندك انت ادماج دي تبقى قاموس في المعادلات عشان تبتدي ايه تشتغل وتبقى محترف في شغلك. النهاردة ان شاء الله انا عندي كان معادلة كده ان شاء الله هبتدي يعني اقولها لك. اه وان شاء الله ان شاء الله تفيدك. اول حاجة احنا عايزين بص دي اول كل حاجة دي اسامي الاشخاص دي اسامي اشخاص معينين وقامهم السلري بتاعهم اللي هو المرتبات بتاعتهم تمام؟ دلوقتي احنا عايزين نجيب الاعلى قيمة يعني اعلى قيمة في السلري ده يعني اعلى اعلى رقم بياخدوه في السلري ده لو تلاحظ هنا احنا بنتكلم في داتة كبيرة داتة مش صغيرة داتة كتير اويا فانا عايز اجيب اعلى رقم في السلري ده فبعمل اي؟ باجي هنا بروح دايس يساوي اي معادلة في الاكسل نحطها كده يعني حاجة كده يعني راسخة في دماغتنا كده زي الشمس بتطلع السوق وتغيب بالليل ها كده يعني فاكت كده حقائق علمية ان اي معادلة في الاكسل لازم تبتدي بكلمة يساوي اه تدوس يساوي واكاين تدوس ماكس م اي اكس وبعد كده لاما ندوس عليها مرتين او نختار بحرف التاب انا هدوس عليها مرتين هوا تمام؟ انت عايز اعلى قيمة فيين؟ هقوله فالعامود ده كلو العامود اللي هو بي وهو روح اقفل الكوس القوسة اهو مفتوحة هوا فأنا لازم اقفله حتى لو جيت دوس انتر هكي تقوللي بص هو اقفل الكوس لو انا مسحت الكوس ها هو اقفل الكوس لو انا مسحت الكوسة اهو ودوسته then aux deux اعلى قيمة في العمود ده هي 3579 لو انا جبت خطة كده copy وعملت هنا كده دست control F وكده control V ودست find text ساوعيني لشان الرقم كده اهو بظبط الرقم اهو هيطلع كام؟ 3579 ده بياخدوا ايه واحدة اسمها تريز هو ده بقى دي الارقام انا بس اعمل الرقم بفاصله يعني هي عشان كده ما جابتش الرقم كان بفاصله فهو ده ده الماكس الماكس ليه اعلى قيمة ده كده نكتبها كده اعلى قيمة طب اقل قيمة اقل قيمة اقل قيمة ده هتبقى ايه هتبقى من ماكس ماكسموم من منم انا بقى ندوس من اللي هي من اول واحدة دي نختار كده ونقول له احنا عايزين نعرف اقل قيمة في العمود ده بقى ندوس نقفل القوس وندوس اوكي اقل قيمة اللي هو هيبقى سبعمائة وخمسين جنيه لو جينا هنا ندوست هنا كده وندور على السبعمائة وخمسين في العمود ده لا ده بيجب لي الف سبعمائة وخمسين لا انا عايز السبعمائة بيجب لي الارقام اللي ده احتبع على سبعمائة وخمسين اضع كده هنا. اضع كده كنترول في اهو. ونشيل الالف سبعمائة وخمسين اهو. هما الاتنين دولة تربيه اخدوه الف سبعمائة وخمسين بس. تمام تمام. دي كده اقل القيمة. طب انا عايز يعني اعد الناس دي. اعدهم ازاي بصرة. اعايز العدد بتاعهم العدد. العدد. العدد اللي هو اي. انا عايز اعد الناس دي كام واحد. هنروح دايسين. يساوي كونت. يساوي كونت. فيه اكتر من كونت. انا عايز كونت اي. مش كونت بس كونت اي. اللي هي رقم تاني واحد. تدوس عليه مرتين. وبعد كده انت عايز تعد اني هقوله انا عايز اعد دولة. اللي هو العمود ده. العمود رقم اي. بعد كده اقفل القوس. ادوس ات انتر. هيقولك ده تلتمية اخمسة واربعين واحد. لما اجقف كده. وبص كده. هتلاقي بص بقى كونت دي فيها كذا حاج. لو جد كده وبصيت هتلاقي هنا تحت كده هي. كونت هي. تلتمية خمسة واربعين واحد. طب انا عايز اعد الاركام. لو انت كتبت كونت اي. على الاركام مش هتعد حاجة. فندوس. بيساوي هنا. بيساوي. كونت. آي كونت بس قصدي. كونت بس. كونت بس. كونت بس. بعد كده اختارها مرتين اهي يقول لي انت عايز تعدي ايه اقول لي انا عايز اعدي السالري انا هو كام سالري بيتاخد يعني ادي السالري ادوس كده ادوس كده ادوس انتر هقول لك انت العدد بتاع الناس اللي بتاخد السالري بتبقى تلتمية اربعة واربعين واحد علشان هو معدش اللي فوق عشان اللي فوق دي تعتبر اسم مش رقم هو كونت يعني بتعد ارقام كونت ايه بتعد اه حاجة غير الارقام بتعد اسامي بتعد حروف بس حاجة غير الارقام تمام دي بعد المعادلات البسيطة اوي ده دي اهو كام واحد كام واحد بياخد فلوس كام واحد بياخد بلطب تمام جدا يا جماعة اه دي بعد المعادلات البسيطة جدا ان شاء الله انا بحاول اديكم كده المعادلات يعني على طول كده بسيطة فاتمنى ان شاء الله اكون فدتكم اه اه اتمنى يا جماعة صح اه يعني تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة القناة بتاعتي اسمها السرشاجي اه السرشاجي اللي هي الف لام سين يه ره شين جيم يه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اتفيدكم انا معاكم محمد تحسين وان شاء الله ان شاء الله فدكم على طول شكرا جدا لكم وكان معاكم محمد تحسين من قناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته